مرحبا بكم عزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليوم اليونت الثاني الدرس الثاني عنوان الدرس ماذا سوف نفعل قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيجو فيسبوك كالستاطا حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 2 اليونت الثاني الدرس الثاني ما الذي سوف نفعله؟ يقولي listen to the conversation استمع للمحادثة بين الحفيد والجد ننظر المحادثة بالترتيب الصحيح الذي تسمعك فهو أني يطلب من أني استمع هذه المحادثة وراء بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المحادثة رح نجاوب عنها فركز على المفردات القصة التي رح نشرحها بين الجد والحفيد لأن رح يسألني عنهم بعد دقائق بالكتاب النشاط فقراندسون الحفيد شي يقول يقول ما الذي سوف نفعله يوم غد صباحا؟ يجاوب الجد سوف تكون درجة الحرارة منخفضة يعني الجو بارد مع الكثير من الثلج أو الجليد يمكننا عمل كرات من الجليد ونرميها يقول للحفيد ما الذي سوف نفعله يوم غد مساءً؟ يوم غد مساءً قريب جدا يمكننا أن نأكل الجليد بالملعقة جاوبة ما الذي سوف نفعله يوم غد مساءً؟ سوف نقوم بحزم أمتعتك لأنك سوف تغادر تعود إلى حيث يكون الجو مشمس ودافئ ما الذي سوف نفعله يوم غد مساءً؟ يوم غد ليلا أو مساءً؟ سوف تكون في الطائرة وسوف أكون أنا في البيت أسليب نائما ما الذي سوف نفعله السنة القادمة؟ يقول للحفيد في السنة القادمة لماذا تسأل سوف تكون أنت هنا لكي نلعب سوياً؟ هذا ما يخص المحادثة اللي بين الجد والحفيد استمعنا إلها الأستاذ رح يختار اثنين من الطلاب يسون محادثة بداخل الصف يقول لك اسأل واجب على الأسئلة فيقول لك لا أنا يقول لك أنت النوب اسأل زميلك وزميلك يجاوبك بس يجاوبك عن نفسه ما الذي سوف يفعله يوم غد صباحاً؟ ما الذي سوف يفعله في المساء؟ وما الذي سوف يفعله في الليل؟ مثلاً واحد من الطلاب يسأل زميلك ما الذي سوف تفعله يوم غد صباحاً؟ زميلك يجاوبه يقول لك سوف أكون في المدرسة في المساء يقول لك كمثال سوف أفعل واجب البيتي ما الذي سوف تفعله في الليل؟ يقول لك سوف أشاهد التلفاز هذا مجرد نشاط صفي لحد الآن غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفاوي وراها يقول لي رتب صور المحادثة حسب الترتيب اللي انقالت به هذه المحادثة فإذا ترجعوا للمحادثة أول شيء بالصباح ما سوف يفعلون؟ سوف يلعبون بالجليل وراها سوف يأكلون الثلج بملعقة يعني يقصد بها الأيس كريم وراها يحزمون أغراضهم وراها يكون هذا الولد بالطائرة وراها سوف يكون الجد في البيت يقول لي مثل ما استمعت المقطع الصوتي أو مثل ما قرأت المحادثة حاول ترتب الصور حسب الترتيب اللي قرأتها فأول شيء قلنا يلعبون بالجليل إذن الصورة الأولى هذه اللي يلعبون بها بالجليل وراها يأكلون الآيس كريم هذه الصورة الثانية وراها يحزمون أمتعتهم ثالثة على مدل الطفل يسافر وراها يودي للمطار هذه الرابعة وبعدها الجد رح يكون نائم والابن رح يكون أو الحفيد رح يكون في الرحلة الجوية اللي هي الصورة الخامسة هذا كذلك مجرد نشاط صفية مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل للاعتماري رقم واحد think about the conversation فكر في هذا المحادثة اللي قرأتها and the students book and answer the question واجب على الأسئلة هس يشوف يقولي Does the boy live near his grandfather هل يعيش هذا الحفيد بالقرب من جدة How do you know كيف تعلم إكرنا بالمقطع صوتي أنه رح يسافر رح يرجع البيتة إذن هو ما عايش يم جدة إذن أقول له No he doesn't كلا لا يعيش بالقرب من جدة شون عرفت Because tomorrow afternoon يوم غد مساء He will pack and go home سوف يحزم أمتعته ويذهب إلى بيته Does the boy enjoy spending time with his grandfather هل يستمتع هذا الولد الصغير مع جدة أن يقضي الوقت مع جدة نعم عرفنا أنه يستمتع شلون عرفنا أنه يستمتع قال لي How did you know كيف تعرفت أنه يستمتع بوقته من أنه يلعبون سوية Yes he does He want to go back next year والطيد للثاني أنه السنة الجاية رح يرجع له رح يرجع يقضي بعض الوقت مع جدة What do you think eat snow in the spoon mean قال لي أكو عبارة ذكرة اللي هي eat snow with the spoon أكل الجليد بالملعقة شنو معناها أكيد يقصد بيها الأيس كريم الأيس كريم هم يعتبر سنو It probably means they will eat ice cream من المحتمل أن يقصدون أن يأكلون الأيس كريم Where will the boy tomorrow night أين سوف يكون الولد يوم غد في الليل Where will his grandfather be وأين سوف يكون جدة قلنا بالليل رح يكون الولد بالطيارة والجد نايم بفراشة فقل له The boy will be on a plane and his grandfather will be at home الولد رح يكون بالطيارة والجد رح يكون في البيت كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد منطين المحادثة بين الحفيد والجد دار بيناتهم حديث من خلال هذا الحديث استخرجنا معلومات وهذه المعلومات سألنا عليها وجاوبت عنها هذا مجرد أنشط صفيك كتحضير يومي غير مهمة بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي الآن ننتقل إلى موضوع جدا مهم اللي هو موضوع المستقبل البسيط يستخدم زمن المستقبل البسيط للتحدث عن أحداث من المتوقع أنها ستحدث في المستقبل وهناك مجموعة من الظروف الدالة عليه وهي كالتالي نجهن وحده وحده أولاً هو زمن يستخدم للتحدث عن أحداث من المتوقع أنها سوف تحدث في المستقبل يعني مثلاً أنا طلعت بره لقيت الجو مغيم فأني أتوقع أنه بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم رح تمطر توقع عن المستقبل فأعبر عن هذا التوقع باستخدام قاعدة المستقبل فمثلا أقول إنها سوف تمطر عبرت عن التوقع المستقبل باستخدام قاعدة المستقبل زين أنا أكد ظروف دالة شلو أنا أعرف أن هذه الجملة مستقبل أكيد أكد ظروف دالة علي حالة حال باقي لازم منها مثلا كلمة tomorrow يوم غد يوم غد من المستقبل next جماعتهم مثلا next week الأسبوع المقبل هذا من المستقبل next year السنة القادمة هذا من المستقبل أو أي تاريخ من المستقبل 2030 2040 2055 إلى آخرهم من التواريخ بعد المصيرات بالمستقبل أو after two years بعد سنتين أو أقدر أضيف لكم عليها كلمة soon soon معناها قريبا إذا لقيتها كذلك أقول هذه الجملة بالمستقبل هذه الظروف الدالة عليها زين المثبت نجي أتعرف على القاعدة شن القاعدة المستقبل المثبتة القاعدة تكون كياتي شوفوا إذا تلاحظون المثال اللي ضربناه it اللي it تش تعتبر تعتبر فاعل زائدا will will معناها سوفة زائدا فعل شبيه فعل مجرد شنية المجرد يعني خالي من أي إضافة هاي القاعدة اللي رح نمشي عليه فاعل will وفعل مجرد كمثال it will rain tomorrow إنها سوفة تنطر يوم قد will هي السوفة اللي تديلي على المستقبل rain فعل مجرد will tomorrow هي الظروف الدال على المستقبل سوفة تنطر يوم قد هذا توقعي لشيء سوف يحدث في المستقبل she will pass the exam سوفة تجتازي لامتحان she هي الفاعل will سوفة pass هي الفاعل المجرد the exam الامتحان اللي هي التكملة سوفة تجتازي لامتحان توقعي للمستقبل إن هي رح تروح تمتحن وتجتازي لامتحان لأن دار شوفها تقرأ قدامي they will leave سوفة يغادرون they فاعل will سوفة والليف فعل مجرد هاي القاعدة المثبتة عند النفي فقط نضيف note على الفعل المساعد will فيصبح will note أو تقدرون انتبهوا لكل جزين هنا نطلع أو تقدرون تختصروها سووها want هذه want مختصر ما الول not فشون رح تكون القاعدة رح تكون فاعل زاعدا will نفسيتها ما سونا شي جديد فقط نضيف لها not زاعدا فعل مجرد زاعدا تكملة هاي الول not تقدرون تختصروها تسووها want want همنا معناها سوف لن يعني كمثال هاي الصيغة اللي ممكن تجيني بالامتحان ركزوا لي عليها يقول لي it will rain tomorrow نفسي الجملة تجعب ليها بالمثبت قل لي change into negative سوي ليها negative شن يعني negative يعني نفي شلو نسوي الجملة منفية بالمستقبل أو الشي شون عرفت مستقبل أولا بيها will ثانيا بيها تمور عرفت ان هاي الجملة مستقبل يلا نجي نطبق قاعدة المستقبل القاعدة المنفية شو تقول تقول فاعش شن هو الفاعل اللي هو it زاعدا will not أو تقدرون تختصروها تقولون want زاعدا فعل مجرد اللي هو الرين it won't rain tomorrow سوف لن تمطر يوم قد توقعت انت توقعت انه هي رح تمطر انا توقعت انه ما رح تمطر صارت الجملة بالمستقبل بالمنفي she will pass the exam negative شنه negative نفي شون عرف انه قاعدة المستقبل من خلال ال will شون عرفها نفي من خلال ال negative اطبق القاعدة المنفية شو تقول تقول فاعل شن هو الفاعل ش زاعدا will not أو اقدر اختصرها want زاعدا فعل مجرد اللي هو شنه pass the exam she won't pass the exam انت توقعت انه هي رح تشتازر امتحان انا اتوقع انه هي ما رح تشتازر امتحان وهكذا they will leave نفس الطريقة قال لي شنه negative شنه قاعدة negative فاعل شنه الفاعل they زاعدا will not زاعدا فعل مجرد اللي هو شنه leave they will not leave سوف لن يغادرون قريبا هذا ما يخص القاعدة المثبتة ركزوا لي حاولوا تكتبون هاي القواعد بالدفتر والملاحظات القاعدة المثبتة والقاعدة المنفية الآن ننتقل للقاعدة الاستفهامية شلو نحاول الجملة الاستفهام عند الاستفهام فقط نقدم الفعل المساعد will على الفاعل شلو يعني يعني رح تصير will زاعدا فاعل زاعدا فعل مجرد والتكملة ولا تنسون علامة السؤال كمثال نفس الامثلة قال لي it will rain tomorrow بس هالمرج قال لي قال لي question شنه question سؤال شنه قاعدت السؤال تقول will اخليها بالبداية زاعدا الفاعل اللي هو it زاعدا rain اللي هو الفعل المجرد زاعدا التكملة وعلامة السؤال فقط will اشي لأخليه بالبداية فقط will اشي لأخليه بالبداية فقط will اشي لأخليه بالبداية ما عندي اي شي اسوي هل سوف تجتازي الامتحان وهكذا هذا ما يخص القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية ما القاعدة المستقبل البسيط قاعدة جدا بسيطة مجرد يجيب لي جملة بالامتحان ويطلب من عندي أني أصححها أو أحولها منفية أو أحولها استفهامية بالنسبة لأصححها ما أخذ تلك المثال قل لي كمثال سوها go to the dentist next week هي جاب ليها بالامتحان كمثال وقل لي correct شنو يعني correct؟ يعني صحة شون أعرف أنه مستقبل من خلال كلمة next طبق القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية استاذ ما لقيت لا negative لا نوت لا كوست لا علامة السؤال لا negative ولا نوت يعني ما رح أطبق القاعدة المنفية لا كوستن لا علامة السؤال ما رح أطبق القاعدة الاستفهامية إذن شبقة عدي فقط القاعدة المثبتة شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل شنو الفاعل؟ سوها زائد ووال زائد فعل مجرد شنو الفعل المجرد؟ الغو زائد التكملة السوها سوف تذهب إلى طبيب الأسنان الأسبوع القادم هذا ما يخص كل الصيغة التي يمكن أن تأتينا بالامتحان عن موضوع المستقبل البسيط الآن ننتقل إلى تمرير رقم الثنين write two sentences about the weather in your town اكتب جملتين عن الطقص في مدينتك in the weekend في عطلة نهاية الأسبوع and about what you will and won't do والذي سوف وسوف لن تفعل يعني مثلا هو منطين مثال قل لي on saturday في يوم السبت it will be windy سوف يكون عاصف so i won't go to the park لذلك ما راح أروح للمتنزة زيان أنا أهم أحاول أسوي مثل هاي الجملة مثلا أقول on friday في يوم الجمعة it will be sunny سوف يكون الطقص مشمس so i will go shopping لذلك سوف أذهب للتسوق بعد on saturday يوم السبت it will be cloudy سوف يكون الطقص غائم so i will stay home that's why we are hanging around عبارت عن الطقص باستخدام شن استخدام گر aplats للمستقبل ليحن لأن هذا الشيء سوف يحدث في المستقبل يوم الجمعة راح أطلا يوم السبت ما راح أطلا يوم الجمعة راح أطلا لأن الطقص مشمس يوم السبت ما راح أطلا لأن الطقص مغيم و هكذا إذن عبارت عن هذه الجمل باستخدام المستقبل البسيط كذلك هذا النشاط غير مهم بين امتحان التحرير اور الامتحان الشفوي مجرد نشاط صفي remove sentences about the weather & Iraq يستخدم كلمة من كل صندوق من هذه الصناديق الثلاثة كمثال ايش اقول له اختار ال it مثلا اختار وياها sometimes it sometimes انها في بعض الاحيان rains تمطر in iraq في العراق هاي صار الجملة كاملة in winter انها في بعض الاحيان تمطر في فصل الشتاء في العراق مثال اخر اقول له it اختار ال it is it is دائما always انها دائما حار الجو دائما حار it is always hot in summer في الصيف in iraq في العراق اصبحت جملة كاملة وهكذا مع البقية اهنا اقول لك مجرد اختار لكلمة من كل الحق يلو سوي لجملة كمثال it is usually cold in winter عادة ما يكون الطقص بارد في الشتاء it is always sunny and summer دائما ما يكون الطقص مشمس في فصل الصيف كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد ديري دي خليك تركب جمل باستخدام مستقبل بسيط باستخدام هذه العبارات اللي موجودة في الصناديق الثلاثة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم اخذنا بي موضوع المستقبل بسيط موضوع مهم جدا وعرفنا شون يجينا بالامتحان بالطريقة المثبتة والمنفية والاستفهامية بسؤال القواعد وشلون نقدر نجاوب عنه اما بقى انشطة هذا الدرس انشطة صفية غير مهمة بامتحان التحرير حاول تكتبون الملاحظات المهمة اللي سجلناها بالدفتر ارمو تفيدكم بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة حبونا تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة